مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والمخاوف من فراغ أمدي كبير قد تستغله حركة طالبان كشفت تقارير غربية أن حركة طالبان استبقت ذلك الانسحاب وبدأت تتحرك في السيطرة على عدد من المناطق وأيضا القرى وهو عدد كبير معظمها في محيط العاصمة وفي المدن الكبرى إضافة لعدد كبير من الطرق والمعابر الحيوية التي سقطت بيد الحركة بدون قتال فيما تتجنب طالبان حتى الآن الزحفة نحو المدن أو حتى عواصم المقاطعات بانتظار أن تسنح الفرصة لذلك وعلنت السلطات خلال الـ 24 ساعة الماضية أنها فقدت السيطرة على أربع مناطق جديدة شمالية البلاد جميعها إذن في هذا الجزء الشمالي بعيدا عن معقل طالبان في الجنوب من بين المناطق الجديدة ولاية ألساي في مقاطعة كبيسة شمالا كابل وحرصة كالدار في ولاية بلخ على الحدود مع أسباكستان أما من بين الطرق والمعابر التي سقطت بيد الحركة فنجد الطريق الرئيسي المؤدي إلى تاجكستان وهي صلة الوصل التجارية لأفغانستان مع أسيا الوسطى حيث تتمثل استراتيجية طالبان في الشمال بكسب الدعم في المناطق غير الفشتونية التي كانت تعارضها تاريخيا ما من شأنه أن يمنحها فرصة لترسيخ شرعيتها إضافة إلى هذه الاستراتيجية أنها تمنحها مناعة من تعرض للضربات الجوية التي قد تشنها القوات الحكومية مستقبلا وفيما يتم إقفال حقبة امتدت لعشرين عاما من الوجود الغربي في أفغانستان بأول سبتمبر المقبل أشار تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية إلى أن طالبان وبعد أشهر من مفاوضات السلام الوهمية بحسب وصف الصحيفة تأخذ الآن زمام المبادرة لتنفيذ استراتيجيتها وسقوط مناطق جديدة في أيدي طالبان يوما بعد آخر حتى في المناطق الشمالية التي هي بعيدة عن معاقل الحركة في الجنوب ليس سوى مؤشر على أسطوب المناورة التي تتبعه لبسط سيطراتها وأيضا لاستغلال الفراغ الأمني الذي سيحصل مستقبلا ترجمة نانسي قنقر